بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق وما زلنا مع خلق التواضع وفي هذا اليوم سأتحدث عن شيء من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة في هذا كله ولذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر النبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزل ورفعة المكان أن يتواضع لله وأن يتواضع بين الناس ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يطرأ عليه الكبر ولا البطر ولا بقية الأشياء التي تدل على عدم توضعه بل كان عليه الصلاة والسلام يخفض جناحه للمؤمنين يرحم الصغير ويعطف على الصغير ويرحم الكبير ويكون في حاجة الناس صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو هريرة وأبو ذر أيضا قال طلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أته وقال له رجل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى وسئلت عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فكانت تقول كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله ويرقع دلوه فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مر على صبيان سلم عليهم كما جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على صبيان يسلم عليهم وكان صلى الله عليه وآله وسلم من شدة تواضعه أنه يقوم أحيانا بخدمة أصحابه ولذلك كما جاء في حديث أبي قتادة والحديث فيه قصة طويلة منها أنهم ناموا عن صلاة الفجر قال ودعا بالميضة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم أن يسقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكاب عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الملأ يعني العشرة وكلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم صب رسول الله فقال لي أشرب قلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقي القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماء جامين رواء والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يردف على الدابة أصحابه فجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه ويصنع طعامه أو يوضع له طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار والنماذج من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وإنما أشرت إشارة عجلة وسريعة حول بعض المواقف من تواضعه صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما من موقف وما من مشهد إلا ويظهر فيه تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال إنه خير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد ترجمة نانسي قنقر